وقال رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعتزم استيرادة 300 ألف طن من المزود لتشغيل محطات توليد الكهرباء السيد وزير البترول عرض علي أنه محتاج أنه يزيد من الاحتياطات الاستراتيجية للمزود إحنا عندنا احتياطات موجودة الاحتياطات دي بنستخدمها للمنورة ما بين المحطات وبعضها البعض ولكن تحسباً لي الحرارة الكبيرة جداً اللي احنا ممكن نكون متوقعينها أنها تحصل طلبت من سياتو أنه يزيد من حجم هذه الاحتياطيات عشان يبقى عندنا احتياطيات إضافية فهو طلب أن احنا ندبر أو نستورد 300 ألف طن مزود إضافيين غير اللي عندنا ودول قيمتهم لوحدهم 180 مليون دولار وتم الموافقة الفورية من 48 ساعة لسياتو ووجهت السيد وزير المالية دبره من بارح المعادل ليهم بالجنيه المصري ابتدى معالي وزير البترول يتعاقد بالفعل على 180 مليون دولار وال300 ألف طن مزود وحيبدأوا يوصلوا مصر إن شاء الله مع بداية الإسبوع القادم ترجمة نانسي قنقر